دكتور سليمان فهل تكون متأثر على بنته وكان معها داخل الستيديو دكتور سليمان كان هنا في استيديو صحيح حلو دكتور سليمان الغلاري كان في الستيديو أنا ما قابلته حلو معنات أننا ملمين مع الناس متواصل معنا كان معنا في اللقاء وتكلم عن بنته وكان جدا متأثر ليش منتا وين كانت أستاذة؟ عيشة بره تدرس في استراليا في استراليا شوقت معك هكذا شعور معك هذه التفاصيل خيشوف هذا التقرير عندنا شيء نسترجع في ذكريات صحيح ودكتور فيه رسالة خاصة لحضرتك دعونا نشوفها مع بعض الحمد لله احنا قاعدين بالبيت ما قاعد نطلع وقفوا الكلاسات بالجامعة صار لنا سبوعين تغريباً أونلاين والبروجيكت والامتحانات كلهم تحولوا أونلاين فالحمد لله احنا قاعدين بالبيت ما قاعد نطلع إلا للجمعية عشان نشتري لنا أكل وبس والسفارة منقصرة ويانا يطمنون علينا بين فترة وفترة وأمس وصلمي هدية وايت جميلة من الاتحاد الوطني اللي طابت الكويت في استراليا وكان ببكس عليه عالم الكويت أنا من الفرحة بجيت لأني أنا بنتك أنا قوية وأنا أقدر وإن شاء الله أزمة متعدي وإن شاء الله قريب أرد لكويت وأشوفكم وبس أحبك وائد 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 أحبك وائد ببا والله يخليك لي ويحفظك بس ماكو أحسن من أبوي ماكو أحسن من أبوي الحمد لله احنا قاعدين هذا يمكن رسالة من بنيتك يمكن أن تتكلمها كل يوم دكتور أكيد والرسالة التي تقدمها رسالة تبث فيها الإيجابية وشفنا من هذا الفيديو شلون العزيمة القوية مع أنها بنت لو شاب نقول والله شا يقول يعني دمرنا والله شي مؤثر جدا يعني قرت عينك دكتور ماذا معانا عبر سكايبي دكتور سليمان الأخباري مساك الله بالخير وبنتك مريم نورتنا ونروا لكويت حياكم الله نورتونا والله قاعد نشوف اللقاء القديم صراحة عين دمعت أنا وزميك تريهام حياكم الله في عسيف رجعتون الذكريات مالت بداية أزمة الكورونا الكورونا هي والله الله يعطيكم العافية وقواكم الله والأي تي في يعني لهم وقفات معانا في هذه الأزمة قواكم الله في كل اللي انتوا سويتوا أول شي دموعك غالية علينا الدكتور وأكيد ما في أغلى من بنتك لأن أكيد غالية عليك والحمد الله على سلامة مريم نمسي عليك بكل خير مريم ليش ما تشيتي أبوت تأثر وايد وكان صراحة وايد حاتيت فنبي نتكلم بداية عن خطة أجلاءكم من استراليا علشان ردتكم لكويت كلمين شوي عن هذه التفاصيل احنا كانت خطة لجاء شهر خمسة أول مو الحين وكلمونا السفارة والملحق الثقافي وتواصلوا معانا قالوا لنا اللي يبيرجع لازم يعني يقدم ويعطيهم التفاصيل وكل شي بس أنا يعني شخصيا ما رجعت من الفترة اللي قبل لأن كان عندي امتحان من الجامعة اللي طلبت الطب احنا باستراليا لازم نسوي هالامتحان وقالوا لنا ان احتمال إذا رديت ويطوفكم هالامتحان فكلمت أبوي وأبوي قال لي يعني نصحني قال لي أحسن لك قاعدة أهم شي الدراسة خلصي الامتحان وردي الكويت وهذا اللي أنا سويت أنا تأبر يعني رجعت الحين عقب ما خلصت الامتحان الحمد لله دكتور بقول لك يعني ونعمة تربية بنتك بطلة فعلا يعني آيرون ومن اللي موجودة في بلد بعيد مثل استراليا وانت قاعدة تتابعها وكذا لكن السؤال اللي بقول لك يا يعني قبل لا يصير صافة الحظر التام ويعني وقف عملية طيران هالأمور ما فكرت تسافر حق بنتك عندها تروح لها تقدر عندها والله شوف عبد الله أنا كلما أسترجع بداية رحلة مريم مع الدراسة وشلون الأحداث اللي صارت في هذه السنة أقول سبحان الله بعض الأحيان تكون رحمة على الواحد إنه ما يدري شنو الأشياء اللي ممكن تحصل في حياته لأن أنا لو كنت أدري إنه هذا اللي رح حصل مع مريم في الغالب يعني هذا كان رح يخليني أضطر إلى الضغط عليها لتأجيل دراستها لسنة كاملة من باب خوفي عليها كأب يعني أنا طبعا كنت معاها من شهر واحد لمنتصف شهر اثنين رجعت ماكو خلال أسبوعين اللي كانت الأطلمات العيد الوطني اللي بدأوا يمددون فيها وبدأت تصير تعطيل الجهات الحكومية طبعا الأزمة اللي صارت هي أن أستراليا من أوائل البلدان اللي قالوا توتال لاكداون يعني ماحد يديش عليهم ولا اللي بيطلع يطلع بس ما حيديش عليهم فبالتالي حتى لو كنت أنا عندي الرغبة أني أنا أسافر وقعت مع مريم كنت ممنوع من هذا الشيء ماكو أحد يديش إلى داخل أستراليا من يوم ما طبقه سياسة العزل وإيقاف إيقاف البلد فهذا اللي كان يعني أنا الحين أقدر أتكلم بأرياحية وهي موجودة يمي لكن الفكرة كانت مرعبة عبد الله أن ممكن بنتي وهي على بعد آلاف الأميال ممكن لا سمح الله تمرض ويصير معها الكورونا وذيش المستشفى وما أقدر أروح لها يعني ولا عندي أحد ممكن أني أنا يعني أوكله في هذه لا أحنا عندنا أحد لذلك يمكننا أن نضم السؤال عصيبا إن شاء الله عندنا أحد دكتور يمكننا أن أسأل مريم مريم أسألك يعني تعامل السفارة الكويتية كد ما قصرت بس بأشوفها يعني سوأت لكم هناك في ظل هذا الوضاع شعون تواصلت معاكم في وقتنا مواحد فيكم صار في كورونا شعون تابعوا حالتكم هناك كطلبة موجودين في استراليا دور السفارة الكويتية الحمد لله يعني ماكو ولا واحد معانا صار في كورونا بس يعني سفارة من قصرين معانا طبعا كانوا دائما يتواصلون معانا بالإيميل ويتصلون علينا يتأكدون إذا في شي ناقصنا أو إذا يعني يحتجنا شي تأكد يعني دائما الملحق الثقافي بعد دازل لنا يعني تعليمات إذا واحد لا سمح الله صار في كورونا فكنا يعني عارفين شلون نخطط حق إذا صار أي شي بس الحمد لله يعني ولا واحد فينا صار في شي وأنا حسب اللي عارفة كانوا يتصلون عليكم واحد وواحد كل واحد فينا صحيح جميل مريم طبعا شفتي الأوضاع في استراليا وكيف تعاملهم مع جائحة كورونا ورديتي لكويت وشفتي أيضا لكويت كيف التعامل كانت مع هذا الفيروس الآن بسألت شنو الفرق بين استراليا والكويت في تعاملهم مع فيروس كورونا والله يعني لأن استراليا وايد مهتمين الحين مع الكورونا وهم بالكويت يعني وايد مهتمين مع سالفة الكورونا يعني لما يأيت بالمطار ومع تطبيق شلونك وكل هذا يعني وايد مرتب النظام اللي هنا وهم باستراليا يعني وايد حريصين على هالأمور أنه الحين يعني كان فيه لوكداون فمستحيل أحد يي أو يطلع من المكان اللي فيه وخاصة الحين جدنا الموجة الثانية ضربتهم هناك ايه الولاية اللي أنا كنت فيها فيكتوريا بالذات يعني واقع استراليا عادي يعني قلت الحالات وردت بطلت بس ميلبرن لحين لوكداون يعني من بداية لما شفتي الجمعيات لما شفتي الهجوم على الجمعيات هناك وكنت تسمعين بالأخبار هنا ايه لا طبع عادي هناك على التشوز وتري اللي كان بالجمعيات خاصين ولا الأكل العادي انتو سالفوا مع بعض ماكو بشرفين سالفوا بعد البوكس اللي قلت عنها صحيح يعني شكرا بعد البوكس اللي دزولنا يا البوكس ايه ايه هذي سالفة البوكس يمكنني وراها الفيديو اللي انتشر أول شيء حق مريم ايه دزولنا يا الاتحاد اموالي الطلبة فكان الحمدلله يعني ويد فيه اشياء واكل و شلو صار فيك لما شفت البوكس عليه علم الكويت انا بشيت ما قدر تنسيكنا الله يعني كنت اريدي قاعد اكلم قاعد اكلمكم كل يوم قاعد اقولكم برجع لكويت متر ارجع لكويت وشفت البوكس صدفة يعني بشتيرنا كلنا من هالفيديو هالا كلنا جفنا هالفيديو طبعا اكيد الكل تأثى في في هذا المقطع الفيديو وشفتي انت في الحمدلله كان بالكويت كل شيء متوفر عندنا فعلا احنا شفنا من خلال الاخبار عبدالله في اكيد الجمعيات صح الضغط عليهم الناس خايفة والناس خايفة عليهم دكتور اليوم انا اذا بس الك اكيد انت محتم جدا لدراسة بنتك لكن من خلال هذه الاوضاع بنفس الوقت خايف عليها انه ما ودك تروح وما ودك انه يطوفها شيء فشون رح تتم تكمل دراساتها يعني هل عن طريق الانلاين ولا في وقت رح ترد في مريم وشون رح تتعامل معها ايضا نفسيا هو الحين هو الحين مريم قاعد تكمل اونلاين باقي لها باقي لك كثير 29 تسعة اخلص هالكورس ايه هالكورس طبعا هما في استراليا الميزة او عيب ما ادري زين ان نظام دراستهم يختلف عن نظام الدراسة الموجود عندنا هما فترة الاطلة الصيفية هي فترة لشتة عندنا فهما الحين من شهر تسعة لشهر تقريبا نهاية واحد هما يعني ماكوا عندهم دراسة يعني ان شاء الله باي ذات تايم ان شاء الله نكون عدينا سالفة الكورونا اه ولكن اه شوفي سبحان الله الازمة هذه انا دايما اقول المصاعب احنا وهذه مش فلسفة هذا واقع المصاعب احنا نحتاجها مثل حاجتنا حق اللحظات الحلوة لان المصاعب مثل التطعيم هو شيء انت اه يسبب نوع من الحرارة في جسمك اول يومين ثلاثة ايام لكن اللي ينتج عنه مناعة تخليك قادر على تحمل التهابات واوبئة اشد من التطعيم نفسه فانا اعتقد الازمة ما كانت باختيارنا لكن التجربة تجربة البعد هذا اللي صار بينه بين مريم خلانا نتعود وانتأقلم مع هذه المصاعب اللي ممكن تحصل في حياتنا وتغير الخطة كاملة اللي كانت في بالك يعني تخيل تخيله الآن عبد الله وريهام لو كانت القصة هذه صارت معانا بسنة التسعين مثلا أو سنة واحد تسعين اثنين وتسعين ماكو ماكو برامج التواصل لا تكنولوجيا لا شيء اتصالات الفيديو كومفرنسز يعني اللي هون علينا الازمة هذي ان احنا كنا نتكلم فيديو كول اعتقد مليتي من ويهين كل الفترة هذه عن طريق التكنولوجيا كنا نتكلم كنا نتواصل دايما عن طريق الفيديو وكنا كنا قاعدين مع بعض في البداية كان موضوع صعيب لكن بعدين مع الوقت صار فيه نوع من التأقلم فانا اعتقد صراحة انه صار عندنا يعني انا ما بتكلم عنك انتي تكلمي عن روحك لكن صار عندنا نوع من المناعة النفسية اللي تخلينا قادرين شوي على تحمل الازمة هذي انا دايما اقول لحق مريم اهم شيء دراستج مو انا اللي راح ابقال لها يعني فاهم شيء الحين بالمرحلة يبقى الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال دكتور لان انت ايشني اللحظة هذي فعلا انه راجعين بالتسعينات وما في تكنولوجيا نسوي لا نكلم عيالنا لا شيء انزيل موضوع الانتفضلت فيه قبل شوي سألتك عن زميلة ريهام كثير يعني بعد ما طرحت طبعا وزارة التربية كثير من اولياء الامور مستائم الموضوع يقول لك والله ما ادري اولاين وعيالنا مثلا صغار ومن يفتح لللابتوب وتعبانين نفسيا ومن الضايقين ما ادري معا العلم احنا ندري ان هذا رح يصب في مصلحة تأكيد الطالب او الطفل بس انت شون يعني ما عاولة ضد هذا الموضوع طالب صغار يفتح لك اللابتوب والصب مثلا في رياضة الاطفال عروضة او ابتدائي والله والله شوف شوف عبدالله احنا في وضع الاشتراطات والاوضاع الصحية هي اللي قاعد تفرض نفسها يعني انا لو لي الخيار بالتأكيد انا ما افضل التعليم عن بعد على التعليم التقليدي لان انا اعتقد التعليم التقليدي هو مش مجرد معلومة قاعد يتم تلقيها من خلال الطالب بس في اثناء يعني في وجوده في فصل واحد مع المعلم انا اعتقد في دور معين حق التواصل المباشر فيس تو فيس بين الطالب وبين التلميذ عفوا بين الطالب بين المعلم وبين الطلبة فيما بينهم بين بعضهم البعض يعني ترى الروتين اليومي للطالب ان يقوم في وقت محدد يلبس ثيابه يروح للمدرسة يكون عنده ستركتشر معين الحصص هذه بعدين يكون عنده بريكات يتخالط فيها مع الزملاء المدرسة مش بس مكان يتم فيها تلقين الطالب مجموعة مواد جامدة بل يتم فيها التعليم عن طريق التفاعل ما بين الطلبة ما بين بعضهم البعض وتنمية مهاراتهم في التواصل الاجتماعي فبالتالي إذا كان الموضوع اختيار أنا بالتأكيد أفضل اللقاء الإنساني المباشر بين الطالب وزملاء والمعلم لكن نحن بالنهاية في وضع يفرض نفسه علينا فبالتالي يجب أن نتكيف معه بشكل أو بآخر والاشتراطات الصحية هي التي تأخذ الأولوية في هذا الوقت صحيح دكتور الحين يعني بسئلك عن طريق نفسيا كيف رح يتم التعامل مع هذا الشيء وبعدين رح أسأل مريم على جانب الأونلاين لأنهم أكيد لهم جانب مختلف جانب إيجابي صح يعني شوفي نفسيا أنا أعتقد الكثير من المدارس قاعد تسوي أشياء إيجابية يعني أنا عيالي قاعد بلشوا في بعض المدارس بلشوا الدراسة حالية قصدك عن القطاع الخاص مثلا نفرضوا عليهم قطاع الخاص يعني الأشياء اللي سووها أنا أعتقد أنها أشياء وإن كانت ما تغني عن التعليم المباشر ولكن يعني تعطي الطالب نوع من الإحساس باللي قاعد يصير يعني فيه جدول فيه ساعات معينة فبالتالي الطالب قاعد يقوم فيه أوقات محددة قريبة من أوقات دراستة الاعتيادية فيه البرامج هذه اللي توفر أنه على الأقل المدرس قاعد ينشاف من الطلبة قاعد تتبطل الكاميرات الطالب قاعد يشوف زملاء قاعد يشددون عليهم على اللبس أنه يلبسون مدرسة أنا أعتقد هذه يحس أجواء وإن كان يعني المشهد يضحك طبعا أنا يلبسون التيشيرت بس من تحت البجامة بس أشوى أن البجامة ما قاعد تنصاد صحيح ولكن يعني على الأقل قاعد يصير فيه التزام في بعض الاشتلاطات اللي تعطي الطالب نوع من الإحساس بالتجربة التعليمية هذا شيء جيد صحيح طبعا نحن نحن نتكلم عن المدارس الحكومية مريم أنت سافرتي إلى استراليا وشفت هذه الثقافة المختلفة وشفت كثر مهم الأونلاين والتكنولوجيا الحديثة في الحياة العلمية طبعا في استراليا طبعا أهم عندهم من المدارس الابتدائية هذه الثقافة ممكن شيء يديد على الكويت بالنسبة للمدارس الحكومية أش كثر كنتم محتمدين على التكنولوجيا الحديثة في استراليا إحنا بالجامعة أنا يعني ما أدري عن المدارس نفسهم بس بالجامعة كنا دائما نستخدم نسوي الأساينمنتس وكل شيء يعني في كوزز ساعات يكونون أورادي أونلاين فإحنا متعودين نستخدم السيستم اللي يكون أونلاين بس اللي شوي غير أن الحين حتى يعني الكلاسات والمحاضرات كلهم أونلاين فيكون عن طريق الفيديو بس أهم بالمدارس يعني اللي أنا قاعد أشوفها بالميديا أن أهم بالمدارس حق اللي صغار واللي بالهاي سكول عندهم هناك كل شيء أونلاين وهم حولوا الامتحانات وكل شيء أونلاين وماشينا على هذا النظام والحمد لله حلو مريم أنت مع هذا الثقافة اليديدة اللي رح تدخل على المدارس الحكومية في الكويت أنت مع الأونلاين مع هذه التكنولوجيا الحديثة والله يعني هو صعب الأونلاين يعني غير عن الدراسة فيس تو فيس إحنا متعودين يعني على هالثقافة أن نروح المدرسة ونتعلم ونسأل ونشوف يعني باجة طلبة اللي معاننا والشدي أول شيء كان صعب أن نفهم الموضوع ونعتمد أن نقوم الصبح ونروح ونبطل الكمبيوتر وكل شيء بس لا الحين يعني تعودنا يعني إحنا صار لنا فوق الخمسة أشهر الآن أونلاين فأتوقع أنه راح يكون شيء زين الحين خاصة مع الترون أكيد في كل وقت وكل وقت لا ظروف لكن أنا أول مرة قابلك مريم بس أبي عارف شون تخصصت وهل الوالد اللي شجعت على هذا التخصص عملا أنا تخصصي طب طب شري في أستراليا وكل الناس عبالهم النو يمشجعني وقال يعني يروح يطب وتري بس عكس تماما يعني هو أصلا ما كان يقول لي دي الشي طب أصلا أنا لما قلت لها بيد اش طب قال لي بتأكد مو بس عشان عينتي إذا تبين هالشي دي الشي هو عبالهم جاملته ولا شي لا يعني لا يمكن يعني هو أكيد يعني قدوتي يعني أكيد بيصير نفس أبوي يعني بس هم أنا يعني أحبها التخصص فسويت شي اللي أنا أحب مريم ما كان ودش تدرسين تخصص الوالد يعني طب نفسي اي ما كان ودش ما كان عندك هذا الشغف أنه ودي أتعرف على هذا الاختصاص أو أدرس ودي أصير نفس والدي قولي الصج قولي الصج بكل صراحة عادي لا يعني لا بكل صراحة لا يعني 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 إنشترستين إنها أقرأ عنا وأهل أشياء يعني أكيد الناس كلهم يهتمون يعني لحد ما من الطب النفسي ما تبيت شايبين نفسك لا بس أنا يعني مو مو مدالي يعني زين الدكتور أنا أنا بعرف شغلة ليش الناس أغلبها إذا تقول له سشاري نفسي يعصب يتضايق شأنك تقول له أو يخاف أو إذا سوى الموضوع هذا وراح أقول الدكتور يخلي الموضوع بالكتمان يعني أو خاف الناس تقول على ما ينون ليش مع أن هذا الطب يعني ولا تخصصها ولا يعني ما أنا عارف يعني ولا أبعادها شل المشكلة ليش شمشكلة الناس وصل لمبسالة أنت أنت شايف معزول زين بروحة كنا مكان موبو سجن زين أنا لما كنت رئيس القسم الطبي مستشفى الطب النفسي سابقا يعني حصلت بعض الناس اللي كانوا يدشون مثل أثمين لأن المكان يخوف عند الكثير من الناس ما يبي أحد يشوفه وداش المكان هذا في المستشفيات الغربية أو في الأماكن اللي تدربنا فيها خارج الكويت كان في كل مستشفى كل مستشفى حديقة في قسم للطب النفسي حال حال أقسام الباطنية والجراحة والأطفال فبالتالي يسهل على الناس الموضوع أن أنا رايح قسم طبي حال حال أي واحد من الأقسام الثانية اللي موجودة في المستشفى أنا أعتقد أن عندنا وصمة اجتماعية طبعا عززتها أفكار تقليدية مثل سالفة الكرت الحمر إذا أنت دشيت الطب النفسي معناته عندك كرت حمر مع كرت أحمر وكلام هذا ورح تستطع كل عجفات أفكار تقليدية الكرت الأحمر اللي أنا اللي أنا اللي أنا اللي أنا اللي أنا اللي أنا ما شفته من 20 سنة اللي الآن اللي الآن بو شايف فأنا أعتقد في عندنا الكثير من العوائق اللي تخلي الموضوع شوي صعب على الناس صحيح دكتور ممكن إحنا تنقصنا هذه الثقافة في هذا الموضوع لأن دكتور في هذه المواضيع دائما يخفف عن الضغط أي شخص مراجع كان عندك سواء من الرجال أو النساء أو بعض الحالات المختلفة أكيد من فيه جميع مختلف الأعمار أكيد فيها جانب إيجابي لأن دائما أنا بالنسبة لي الدكتور هو يخفف أشياء كثيرة ممكن أي شخص ما يقدر يسويها أو ما عنده الخبرة أو المعلومات شنو رح يسوي الخطوات في حياته أمي بالأمية أمي بالأمية ريهام وفي الثقافة الغربية يقولون كل واحد لازم يكون عنده مستشار قانوني ومستشار نفسي زين محامي وشرينك على قولاتهم دوير وشرينك الطب النفسي طب حالة حال الكثير من المجالات الصحية الأخرى نحن الآن تغيرت الكثير من معارفنا ندرينا الكثير من الإضطرابات النفسية لها أسباب بيولوجية وأنا أيضا شخصيا أنا أقول حتى حق مراجعيني ترى أنا يعني مثل ما هم يستفيدون مني أنا استفدت الكثير منهم من تجاربهم لأن قالوا لي عن أشياء شرفوني بثقتهم وخلوني أدش داخل بيوتهم كأني أنا عايش معاهم فالكثير من تجارب الآخرين انتقلت لي بحكم اختلاطي فيهم فوايد ووايد تعلمت من المرضاي مثل ما قد يعتبروني أنا علمتهم بس دكتور طبعاً في بيتك مو دكتور يعني تعامل أبنائك كأب وما تعاملوا مثال أن أنا دكتور وأنا أشوفك والله أنت عندك رأكشن ها عندك مشكلة نفسية ولا تقعد حق الناس قاعدة شذي لأنه أكثر دكاتر النفسيين ها شخصيتهم ليش ترمش ها عندك مشكلة نفسية كذا ليش حلجك عوي ليش أنت تتعرف جني ليش تأشر بدينك كوايد يركز عليك يطفشك ما يخليك تقوم لا لا شوف شوف أنا بالبيت أنا أنا أب أنا زوج أنا إنسان عادي أنا أنا عصب زي صحية أنا حالي حال البشر أوقات أرجع ما ليخلق أحد صيحة ما ليخلق أتحمل مرات مرات أهموا يكلموني بنتي مريم غيرها بابا أنت طبيب نفسي يقولون لا أنا هنا ليس طبيب نفسي أنا ليه حد باب البيت طبيب نفسي من دي شي هنا أنا أنا يعني إنسان عادي ف يعني أعتقد أني أنا إنسان عادي جدا داخل صحيح ودكتور أكيد من خلال دراستك وخبرتك في الحياة لا لا والله أكيد دكتور أكيد من خلال اختصاصك وإحنا في عشرين عشرين ما في إنسان ما يمر في حالة نفسية في في أي ظرف كان في حياته وهذا شيء جدا طبيعي طبعا من خلال قراءتنا في هذا الاختصاص كل الشكر لك دكتور سليمان كل الشكر لك مريم لكن قبل الله أختم شنو تعلمتي من الوالد وليس الدكتور قوية وشون أعتمد على نفسي كيدو أبوي يعني علمني هالشيء أبوي أكثر واحد أشوف يعني هارد ووكينج وأكثر واحد يعني يتعب ويهتم بشغلة فأنا من ناحية الدراسة أنا كنت ذي مركز بدراستي عشان هذا اللي خلاني أركز بدراستي وما أفكر وايد قواتش الله وهذا اللي يساعدني أن أكون قواتش الله مريم ويعطيك العافية كل الشكر لك دكتور سليمان وإن شاء الله تشوف مريم تخرجت ونستضيفكم في برنامج عش سيف مع بعض كل الشكر لكم على تواجدكم معنا من خلال لسكايب شكرا شكرا كبير طبعا دكتور سليمان أخواري أستاذ مشارك كلية تطبجي جامعة الكويت مع بنت مريم الله يعطيه من العافية بجي طبعا تأتي حلقة نشرح في حلقة اليوم أكيد كل شكر لك أول شي عبدالله نشكر جميع ضيوفنا الحلقة اليوم كانت جدا مميزة أكيد استمتعنا فيها أيب الله استمتعنا وأكيد وصلنا لنهاية حلقتنا تصبحون على ألف خير في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة